عصر الزكاية الاصطناعي بقى موجود حوالينا في كل مكان ولكن اول جهاز هتقدر تشتريه في الفئة المتوسطة مدموك فيه كل مزايا الزكاية الاصطناعي من تحويل صورك لكاردول لحد ما يترجم لك النصوص لحد ما يديك ملخصات جوه الفويس ريكورد اللي انت عاملها كل ده هيكون موجود في الأوبو رينو 12F الجديد من الأوبو المود مكفيج الزكاية الاصطناعي تمين يبدأ معاكو بأول حاجة انت هتلاحظها أول ما هتطلع عن رينو 12F الخاص بأوبو من العلبة وهو الديزاين اللي شكله جميل جدا وخاصة لو انت جبت اللون الأورنج اللي معايا ده فانت هتلاقي عندك في الظهر وراء تبوجات كده خفيفة وفي تدرجات لون من الأبيض فوق أو السيلفر أو الأوفوايت لحد اللون الأورنج اللي موجود تحت وشعار أوبو اللي بيبقى موجود في الأسفل مع دايرة ونافذة كبيرة جدا للكاميرات على مثال أخوهم الكبير والفلاكشف بتاعهم الفايند ايكس 7 ألترا ولكن هتلاقي جوه الدايرة بتاعت الكاميرات دي فيه تلك كاميرات والدايرة الأخيرة هي معمولة للفلاكشف بصراحة حتة زكية وصائعة من أوبو ولكن الحاجة فعلا اللي لفتت نظري واللي فعلا عجبتني ان هنا تقريبا مفيش بروز للكاميرات فمعنى كده ان البروز اللي هنا صغير جدا أو يكاد يكون أصلا مش موجود ديزاين الجهاز مع الفريم الجديد اللي بيلمع دا فيه ناس هتحب الفريم اللي هو بيكون بيلمع وفيه ناس مش هتحبه ولكن اللي انت بالتأكيد استحالة تكرهه هو منظر الجهاز في ايدك ومسكته المريحة جدا داخل بطن ايدك وكمان هتلاع عندك من فوق الاكتف نويس كانسوليشن مايك اللي بيمنع الدوضاء واللي بيقدر يعزلك بنسبة تسعة وتسعين في المية سواء كنت في مكالمة أو حتى كنت في مكالمة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في سبوك ماسنجر برضو هيقدر يعزلك بموازاية من زكاء الاصطناعي وكمان هتلاع عندك السماعة اللي بيطلع منها لان الموبايل ده جاي بسماعتين سبيكر وكمان هتلاع عندك شاحن طايب سي ودورنك للشارحتين كد بالك ان البصمة اللي موجودة هنا هي مدمجة تحت زرار الشاشة والبصمة دي محترمة جدا وتكاد تكون ان هي بتفتح بسرعة وادها مثالي كعادة أوبو وبما اننا تكلمنا عن البصمة المدمجة تحت الشاشة فأكيد لازم نتكلم على شاشة الأوبورينو تولف اف المميزة جدا واللي فعلا بتيجي بحجم ستة وستة من عشرة انش وكسافة بيكسلات معادية تلتمائة خمسة وتسعين بيكسل لكل انش وبالمناسبة الشاشة دي محمية بالاشي جلاس وبصراحة أثناء استخدام اليها ما حسستش انها تختشت مني وانا باستخدمها اطلاقا وخليني برضو اقولك على حاجة كويسة جدا انا شفتها في الشاشة دي وهي البرايتنس بتاعها ان البرايتنس بتاع الجهاز ده بيوصل للبيك برايتنس بتاعه لالفين وميت نيتس وده طبعا على الفئة المتوسطة بيكون صعب جدا ان انت توصل له مع اي جهاز تاني والشاشة دي بمدعمة بالستيريو سبيكر زي ما قلنا وبتدينا تفاصيل والوان رغيبة جدا وانت بتتفرج على الفيديوهات وكمان الستيريو سبيكر اللي انا مضمج بالزكاة الاصطناعي فبيقدر يعلي فوق المية في المية بتاعته بيوصل لتنتمية المية وده رقم كبير اوي وفعلا الصوت اللي بيطلع من هنا بيكون صوت مجسم وفعلا عالي وتقدر تسمعه بوضوع وتفهم منه تفاصيل الاداء لان البس بتاعه هنا بصراحة كويس جدا بعيد بقى عن مويزات الزكاة الاصطناعي اللي نتكلم عنها كمان شوية الشاشة هتبديك تجربة اداء مثالية جدا في اي حاجة انت بتتفرج عليها حتى دعمه للمحتوى الاتش دي ار برضو الشاشة دي هتبديك اداء مثالي جدا في محتويات الاتش دي ار فانا بصراحة تقييمي للشاشة اللي انا كان ممتاز قوي على الفئة السعرية المتوسطة اللي متعارف عليها النهاردة في السوق كمان خلينا اقولك ان الجهاز ده محمي باي بي سيكستي فور يعني محمي ضد رزاز المية والاتربة وبالفعل زي ما انت شايفين لما انا جربت ان انا اكسل الموبايل لو سخت مني شوية ده عادة او لو جات عليه ترتاشط مية فالموبايل محمي بالكامل ضد رزاز المية العرق الاتربة الامطار كل ده محمي جدا منه وكمان اثناء الاختبارات بتاعتي اللي انا عملتها على اثناء سبوت الهاتف وان ان انت يقع من ايدك غصبا عنك لا ما تلاقش فهو الموبايل هيكون مؤمن بنسبة 100% ودي اجهزة الاوبورينو 12F الجديدة اللي من وجهة نظري بتنقل الاجهزة المتوسطة في حتة تانية خاص خليني اقولك ان اداء الموبايل ده كان كويس جدا الى حد ما دايمن اسي 6300 ستة نانو ميتر مع مالي جي 57 MC2 والرمات عندك 8 جيجا 256 او 12 جيجا 256 وخلينا اقولك ان اداء الموبايل ده على لعبة ولياكم مثلا زي لعبة بوبجي فكان بيشتغل على الهايو الاتش دي وشغالة بشكل كويس جدا او ممكن يكون مش اعلى حاجة بيشغالة على اعلى فريم ريت ولكن اللعبة شغالة على هايو الاتش دي ما تطمعش يا سيدي ومع ذلك ما فقاش اي سقوط في الفريمات وكمان الموبايل ما بيسكنش ولا بيحسسك بالسغنية وده بيفرق كتير اوي في اداء اللعبة ايه فايدة ان انا ديك موبايل يكون بيشتغل على فريم ريت اعلى ولكن يسكن فاللعبة انت تسقط منك فريمات هنا ده الكلام ده ما بيحصلش وبيديك فريم مصبوط اوي وكمان ما فيش اي سقوط في اي فريم وكمان الجهاز ما بيسكنش منك وتقدر تلعب اللعبة بشكل مميز جدا وانا لعبت عليه لمضار اكتر من شهر كامل بستخدم الموبايل واداءه كان مستقر من اول يوم ما فتحته من العلبة لحد اخر يوم انا استخدمته فيه وكمان اللي حاجة التانية اللي تخليني اقدر اقولها لك بكل وضوح هي استجدامه في السوشيال ميديا والتطبعات اليومية بصراحة كانت ممتازة جدا وفعلا كانت شغالة بشكل كويس اوي اذا كان فيسبوك انستجرام واتساب وده كمان بيرجع بفضل الشاشة المية وعشرين هيرتز اللي فعلا بتقدمه لنا اوبو بشكل حلو قوي والشاشة دي ما بتقلش عن الستين هيرتز في كل الاحوال وعول ما بتندقى تعمل سكرولينج وانت نفعلها على المية وعشرين هيرتز هي بنفعة اللي بتقدر توصل معاك للمية وعشرين وفعلا ما بتسقطش فريمات كتيرة قوي او ما بتقعش في الفريم ريت للهيرتز زي ما احنا عارفين فبصراحة اداء الموبايل كان مسالي قوي على الفئة السارية بتاعته بالاضافة للكالر او اس الانبعتاشر الجديد مع وجهة اندرويد 14 ففعلا مدياله سلاسة حلوة او ده جر مميزات الزكاية الاستلاعي اللي هنتكلم عليها بعد شوية نيدي بقى لنقطة الفايصل وهي الكاميرا 50 ميجابيكسل F1.8 بتدعم المثبت البصري الحقيقي او اي اس وده في تصوير الصور السابقة يعني معنى كده لو انت جيت صورت اي صورة والموبايل اهتز منك شوية فما تلاقش الصورة هتطلع كويسة جدا بفضل الاو اي اس المثبت البصري الحقيقي وتمانية ميجابيكسل للالترا وايد واثنين ميجابيكسل للديبس او للعمق وللاسف انت جيت الموبايل بيصور الف تمانين على تلاتين وده بصراحة كانت حاجة اكنت اتمنى انه يشتغل على تصوير الفور كي ولكن فول اتش دي على فئة متوسطة مش وحشة قوي يعني والكاميرا مية تلاتين و تلاتين ميجابيكسل اف تو بينت فورك وبتصور كمان لحد تن اتي بي فول اتش دي على برضو تلاتين فري ولكن خد بالك ان في الكاميرا الخلفية الرئيسية لما فيه تصور فيديو بيكون عندك مسبب بصري الكتروني وشغال الى حد ما بشكل كويس خليني بقى اقولك تجاربي مع الصور دي الصور فعلا هنا بتفاجئني بالاتش دي ار اليوم اللي انا فنت بصور فيه ده كان يوم درجة حرارته تقريبا واصلة الـ 45 وفيك المية شمس مش طبيعية ومع ذلك الاتش دي ار عرف يتحكم فيها بشكل كويس قوي وبيقدر يبعادل ما بين اغمى نقطة في الصورة وافتح نقطة للصورة وكمان بيعدل على الـ temperature او درجة حرارة اللون عشان يقدر يوصلك الى افضل درجة لون تقدر تاخدها من الموبايل ده كفئة متوسطة ففعلا الكاميرا الرئيسية اداءها بالنهار كان مبهر جدا وحتى كمان بالليل الاداء بتاعها كان مميز قوي في نقطة معينة ان انت عندك فتحة عدسة كبيرة مع مساعدة الـ OIS المسابة البصر الحي فبالتاني اطلقت صورة حلوة قوي تقريبا شب انها خليه من الـ noise وبرضو بيعالجها الـ HDR بشكل كويس قوي فالكاميرا الخلفية اللي الـ Obrino 12F انا راضي عنها تماما على الفئة السارية دي اما العدسة السيلفي فدي بقى ابارتني في حتة معينة هي كاكواليتي صور و 32 ميجابيكسل رقم كبير جدا وبيقدر فعلا ان هو يوصلك ان انت تاخد صورة فيها كلمة تفاصيل محترمة ولكن اللي اتفاجئتي فيه وهي يعني من الآخر كده الـ Skin Tone او لون البشرة لون البشرة هنا كان مميز قوي عند قوبه وفعلا قدروا ان هم يعلموه بشكل كويس قوي وانا بلقط الصورة كنت شايف حاجة بعد ما بتتم معالجة الصورة لأ الصورة بتطلع في حتة تانية خالص حتى الـ HDR والسيطرة على الضو وعلى الملاطق الفرقعة في الصورة وفي الكاميرا الامامية ممتازة جدا بفضل الزكاة الاصطناعي اللي هنتكلم برضو عنه بعد شوية نجي بقى لأخطر حتة في المراجعة كلها وهي مميزات الزكاة الاصطناعي اللي اضافت في الأوبورينو 12F ونبتدي بأول حاجة معايا وهي الـ Smart E Protection ودي بتحمي العين ضد الأشعة بضرة اللي بمفروض بتطلع من الموبايل وما تقلقش هنا الموبايل ده واخد Certification كويسة قوي في الموضوع ده وبالتالي الشاشة دي بتكون محمية بشكل كويس قوي عشان تمنع الأشعة بضرة اللي بتوصل لعينك والتاني حاجة وهي الـ Holo Audio ودي اتعملت عشان يحول لك الصوت اللي انت بتسمعه اللي صوت محيطي عن طريق الزكاة الاصطناعي والميزة شغالة بشكل كويس قوي وخاصة لو انت وصلت معها Airpods ويا سلام بقى لو كانت الـ Airpods الأخيرة بتاعتهوب جمدة جدا وتقدر تفعل القصية دي عليها وبالتالي انت هتقدر تسمع صوت محيطي كويس قوي وخلي بالك دي بتشتغل بمجرد ما توصل أي سماعة رأس أو لو حتى لو انت قاعد بتتفرج على أي فيديو وقلبت الموبايل للوضع العرضي فبيبدأ يديك surround sound أو صوت محيطي بالزكاة الاصطناعي وبتشتغل ميزة بشكل كويس جدا والميزة التالتة واللي حابب اتكلم عليها وهي الـ Holo Light ودي بتكون وراء في الكاميرا اللي هنا ودي اللي انا كنت شايلة وقلت لك كصبر ما تقلقش انت هنا عندك في تصميم الكاميرا ابو استغلت فيه ان هي تعمل لك زي لمبة اشعارات فاكرين لمبة الاشعارات زمان اللي كنا بنلاقي عند الشاشة ابو خدتها وطورتها ونقلتها بعد السنين دي كلها وحطتها حوالين دائرة الكاميرات زي ما انت شايف هنا ودي لها تخصيص بالكامل من جوة الاعدادات وتقدر تخصصها باللون اللي انت عايزه مش بسكة كمان انت تقدر تعمل لون لأثناء الموبايل بيرين ولون أثناء ما حد انت مشغل موسيقى أو بتلعب لعبة فكل دا تقدر تخصصه من جوة السوفتوير بكل سهولة جدا وفعلا بتقدر تنور زي ما انت عايز بأي لون انت محتاجه بحيث لو انت قلب الموبايل على ظهره وحد بيرين عليك أو لو انت عامل موبايل سايلوت فبالتالي تعرف عوتوماتيك ان الموبايل بتاعك بيرين أو فيه سيم اس جاتلك أو فيه ميوزك شغلالة تقدر تعرف حالة الموبايل بتاعتك من خلال الهولولايت أو النتوفيكيشن اللي موجودة وراء اللي معمولة بشكل احترافي جدا الميزة الرابعة وهي الريكوردينج سامري يعني لو انت جيت عملت اي ريكورد على الموبايل ده أو لو انت قاعد في محاضرة وسجلت المحاضرة دي بالكامل ولكن لما روحت البيت عايز تاخد ملخص لتسجيل اللي انت سجلته أثناء المحاضرة ده فبكل سهولة هتقدر تضغط بضغط زر واحدة يحاول لك كل الكلام وأهم الكلام اللي تقال جوه الريكورد ده وانت يحاولول لك اللي تيكست مكتوب عشان تقراه بشكل سريع جدا أما الميزة الخامسة والمهمة قوي وهي الAI رايتر وده اللي بيساعدك ان انت تقدر تكتب براجراف أو تقدر تكتب ايميل أو تقدر تكتب رسالة بشكل احترافي عن طريقة زكاة الاصطناعي وشوية مقتراحات بيدهالك أثناء كتابة الايميلز بتاعتك فدي برضو كانت ميزة كويسة جدا ودلوقتي بقى ننتقل للميزة ساتسة واللي تحتيها كذا ميزة فرعية خاصة بالكاميرا وتعدلات الصور تستدي بقى بتعدلات الصور والزكاة الاصطناعي اللي أضافته في الأوب رينو 12F خليونا ابتدي معاكو بالAI ريسر أو اللي هي الممحاة عن طريق الزكاة الاصطناعي ودي فيها أكتر من شكل جوا يعني ولياكو على سبيل المثال زي الصورة اللي موجودة قدامكو دي أنا حاولت ان أنا أمسح شخص معين من الصورة فجبت ان الصورة دي وحقولت له عن طريق الزكاة الاصطناعي أنا محددتش هو فلتر الصورة وقلت له أنا عايز أمسح الشخص فجاب لي فعلا الشخص اللي عايز تمسح وحددت عليه بضغط الزرار واحدة وفعلا قدري يمسحه من الصورة تماما ودي النتيجة قبل وبعد لك أن تتخيل تاني حاجة وان انت عن طريق ان انت مثلا عايز تحسن جزء معين في الصورة أو تدمج عبارة عن حكتين مع بعض في الصورة فده بنده تقدر تعمله هو مش بيدمج هو يعتبر بيمسح أجزاء معينة من الصورة ولكن بياخد زي فكرة كده السبوت لايت اللي هي بتبقى موجودة داخل أداية الفوت شوب ودي أو السبوت هيلينج تول ودي بتبقى موجودة علشان أفض من جزء أم لا بيه فراغ موجود في جزء تاني فالاي آي ريزر اللي موجودة داخل طبي الجالاري أو السوديو الخاص بأوبوك فعلا بتقدر تستخدمها بشكل كبير جدا ومحسنة زكاية اصطلاعي يمكن يكون والله أفضل من أجهزة فلاكشيب أنا جربتها حرفيا ده بجد ففعلا قدرت تعمل ميزة كويسة قوي أما بقى الحاجة التانية الخاصة بانده بالصور وبالكاميرا وهو وده اعتبر بحر من الصور أوبو بتديك فيه حوالي خمس تلاف نقطة وبتدى تستخدمه وده بالفعل بتقدر تديله صورة زي ما أنا عامل كده ويقدر يطلع منها أشكال كبيرة قوي زي ما أنا من فترة ساعة العيد الكبير كان موبايل معي قابلها بفترة وفعلا نشرت صوري عن طريق زكاية الاستطلاعي وقلت هو ده الزكاية الاستطلاعي الجديد في أوبو وجدت أصدقي وفعلا بتقدر تجدله الصورة دي وهو يحولها لك بنفس الملامح بنفس الشكل من الصايم بتاع الزكاية الاستطلاعي اللي انت عايزوه أتمنى ان انتوا فعلا تجربوا لأي استوديو ده لانه هو فيه كمية تعديلات رهيبة جدا والمختلف عن اي بنامج انت ممكن تحمله من بره اللانجر لانه هو هيخليك تدفع فلوس ولكن مع اوبو رينو انت واخده او مضمج جوه الجهاز نفسه ويو سألتنا على الرأي برضو في حتة الـ 11F ولا الـ 12F لو انت لسه ما اشتريتش فأكيد طبعا اشتري الـ 12F الجديد اللي مضمج فيه زبازة الزكاية الاستطلاعي والدزاين بتاعه يعني اروش شوية بصراحة حبتين بس كده دي كان كل حاجة عن مراجعة الـ أتمنى يا رب ان انا يكون قدرت ألميلكه مراجعتي الجهاز كله انا محمد طايل وبعمل مراجعات كتير جدا عن التقنية فأتمنى ان انت اتصرفتن في القناة بالاشتراك واتفعل صرار الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنساش تتواني على كل وسائل تواصل الاجتماع التانية فيسبوك تويتر او اكس بقى وانستجرام وكمان تيك توك عشان المنخصات السريعة والفيديوهات الصوت اللي بتنزل يوم ها ويوم لا سأكون صلاة في فيديوهات تانية كتير جدا كان معكم محمد طايل سلامة صاحبي شكرا